أعلنت وزيرة تضامن الاجتماعي نيفين القباش عن نتائج دراسة حوكمة الأداء المؤسسي التي قامت بها الوزارة وخلال الإعلان عن نتائج الدراسة شددت نيفين القباش على سعي الوزارة لتعزيز قواعد الحوكمة بها إلى جانب حوكمة البيانات والإجراءات وترشيد الإنفاق والحرص على أداء الحقوق لمستحقيها من قبل وزارة تضامن والتي تخدم فئة عديدة من المجتمع تعيدا من قلب وزارة التضامن الاجتماعي بنعلن عن أول مؤتمر حوالي الحوكمة المؤسسية في وزارة التضامن الاجتماعي إذا كان النهاردة بنطلق بس نتائج الدراسة التي قمنا بها بناء على تكريف السيد رئيس الجمهورية لتعزيز قواعد الحوكمة في وزارة التضامن لحوكمة البيانات والإجراءات والإنفاق وترشيد الإنفاق والحرص على ذهاب كل حق يذهب من وزارة التضامن إلى مستحقي وزارة التضامن بتخدم فئات عريضة من المجتمع لها شراكات عديدة سواء مع مؤسسات حكومية أخرى أو مع المجتمع المدني أو مع القطاع الخاص أو حتى مع المتطوعين في إطار بناء الدولة الحديثة اللي بتصب إليها الدولة يعني وزارة التضامن هي جندي في إطار تنفيذ هذه أو إنفاذ قواعد الدولة الحديثة اللي الحوكمة في قلبها حقيقة الحوكمة يمكن مصطلح يبدو كبير وليس مفهوم لكل الناس عشان كده احنا بنحاول نبسطه تماما وإنه هو مجموعة الإجراءات اللي بتتبناها وزارة التضامن الاجتماعي والقواعد اللي بتحوث على شفافية البيانات على نزاهة الأداء على كفاءة وجودة الخدمة على وقتية الخدمة أن تكون الخدمة في وقتها السليم على مسئولية كل موظف من أكبر موظف حتى أصغر أخصائي وأصغر مسئول بوحدات التضامن